تسعة عشر صحفيا قتلوا أثناء قيامهم بعملهم في سوريا منذ بدء العام الحالي بحسب تقرير لمراسلون بلا حدود تقرير وثق مقتل تسعة مواطنين مراسلين إضافة إلى ثمانية متعاونين مع وسائل الإعلام منظمة مراسلون بلا حدود التي أصدرت التقرير قالت إن سوريا تحولت إلى جحيم عام 2016 مع مقتل تسعة عشر صحفيا فيها تليها أفغانستان التي قتل فيها عشر صحفيين وفي المكسيك تسعة قتلى والعراق سبعة قتلى واليمن خمسة قتلى المنظمة كانت قد وثقت في العام الماضي مقتل مئة وواحد بينهما لا يقل عن سبعة وستين صحفيا قتلوا أثناء القيام بنشاطهم المهني أو بسبب عملهم الصحفي وسبعة وعشرين صحفيا مواطنا وسبعة متعاونين إعلاميين وعزت المنظمة التراجع الملحوظة بأعداد الصحفيين هذا العام قياسا بسنوات سابقة إلى أن عددا متزايدا من الصحفيين يهربون من الدول التي أصبحت بالغة الخطورة كسوريا والعراق وليبيا وكذلك اليمن وأفغانستان وبنجلاديش وبوروندا التي تحولت جزئيا إلى بؤر سوداء للإعلام يسودها انعدام العقاب والإفلات منه وأوضحت المنظمة في تقريرها أن سوريا الدولة الأكثر دموية في العالم للصحفيين مع مقتل تسعة عشر صحفيا فيها العام الجاري مقابل تسعة عام الفين وخمسة عشر وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار إننا نشهد عنفا متعمدا ضد الصحفيين على نحو متزايد مضيفا أن الصحفيين يستهدفون ويغتالون بسبب عملهم الإعلامي على نحو واضح لا غبار عليه يأتي هذا التقرير في الوقت الذي حذرت فيه رابطة الصحفيين السوريين الأحرار من مصير خطير يواجهه إعلاميون محاصرون في مدينة حلب المحاصرة